بسم الله الرحمن الرحيم من خلال تصريح هذا حبيت نخاطب جماهير نجمة ساحلي العريضة نشكرهم على وقفتهم مع طريقهم طيلة السنة ونصف الأخير هذه الفترة عرفت خلال هالأتوان نجاحات كبيرة وعادية بفضل تضافر جهود كل أبناء من رؤساء قدامة ولاعبين حاليين وقدامة وفنيين وأطباء ورجال قانون ورجال أعمال وكل جماهيرنا داخلتون السوق الرجع اليوم جمعيتنا حقت خطوات مهمة نحو الخروج من الأزمة المالية والإدارية الخانقة والمكبلة لها لكن الطريق ما زال طويل والمشاكل المتراكمة ما زالت مفتش شخصياً تحملت المسؤولية من جديد كرئيس بعد 16 أثناء رغم ظروفي الصحية الصعبة لبيت نداء الواجب وكنت موجود في مهمة كان من المفروض الدوم بضعة أشهر ثم أصبحت إلى آخر الموسم الفارد ثم اتفقنا مع بقية الإخوة من الرؤساء القدامة لمواصلة تأمين نهاية المرحلة الأولى من بطولة الموسم الحالي وكأس السوبر وخاصة تصفيات دور المجموعات والدور التمهيدي منتع الربطة الأفريقية الحمد لله حرفنا الحظ في البطولة وتمكننا من الترشح في المرضى الأولى وبالتالي المراهنة بجدية في مرحلة البلايهوف من أجل حفاظ على لقب في المقابل ما أسعبناش لحق في كاس السوبر لأن الرصيد البشري متعنا محدود والمنع من الانتداب يمنعنا باش نخلق دم جديد داخل المجموع وقتليم لعبي يكون مصاب أو ما يكونش في نهاره أو يغيب لسبب أو لآخر مع بعض الأخطاء الفنية الأخرى وبالتأجيد مع إمكانيات مادية محدودة في الفتر الأخير المهم اليوم بعد فترة عام ونصف تقريبا اتمكننا باش نعملوا برشة حاجات باهية للنادي وذك واجبنا مش مزيئ صلحنا ما أمكان إصلاحه والإصلاحة ما زالت برشة ويدواحدة ما تصفقش عديد اللجانة التقنية المستقلة وقع تركيزها من أجل الاشتغال على عدد من النقاط المهم هناك اللجنة المكلفة بعدد القانون الأساسي والتي أكملت أعمالها وكي موعدكم سيقع عرض القانون الأساسي الجديد على المنخلطين خلال الجلسة العامة الخارقة العادة القادمة كذلك تما بعض اللجنة المستقلة مكلفة بمتابعة تأهيل الملعب الأولمبي بيسوسا وأهمية هذا التأهيل بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي رياضيا وماديا ولجنة أخرى مكلفة بتسوية الوضعية القانونية والعقرية للمركب ولجنة أخيرة هدفها الوحيد التركيز على فضل النزاعات المالية التي تهدد كيان الجمعية ومستقبلها برشة حاجات لازمها مراجعات عميقة وعقلانية وضرورية لمستقبل الجمعية فروع القاعات أساسا يلزمها قرارات شجاعة وموجعة ما عادش تنجر من الجمعية حسب رأي تتحمل ما لا يمكن لأي جمعية في تونس أنها تتحمل اليوم آني شخصيا أعلن صراحة أنه صحتي ما عادش تسمحني بيش نواصل لنكون المسؤول الأول على النادي ماذا بي هيئة منتخبة جي تاخو مقاليد الفريق في أقرب وقت ممكن وإذا تعذر ذلك نجتمعه مع الوخيان في هيئة الدهم ونلقا وجكون منا يا أخو علينا المشعل على خاطر كما قلت وصرحت لا سني ولا صحتي ولا ظروفي الخاصة تسمح لي اليوم بيش نواصل نتحمل الحمل كمسؤول أول على النادي لتوال عندها رجالها من خيرة الكفاءات وبقدرة ربي يلقاه الحلول اللازمة من أجل مصلحة جمعيتنا لمواصلة مسيرة الإنقاء وإرجاع النجم لمكانه الطبيعي جمهيرنا وشبابنا هما راسمين فريقنا وإن شاء الله لتوال ترجع كمقبل وخير مقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته